الوباء يغزو البلد أكثر فأكثر وأمامه تنكشف سوءة النظام الصحي بذات القدر الذي تنكشف فيه كارثية أداء السلطات الانقلابية منها والشرعية آخر المعلومات التي أفصحت عنها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا تقول إن عدد الوفيات بلغ 111 حالة فيما بلغ عدد المصابين نحو 500 حالة وذلك في 9 محافظات فقط أبرزها حضر موت وعدن أما مناطق سيطرة الميليشيا فتتعرض لتعتيم هائل من قبل الحوثيين إذ توقف عدد الإصابات هناك عند حالتين فقط منذ أكثر من شهر فيما يشيع أبناء صنعاء وإب وغيرها من المحافظات عشرات الوفيات يوميا بالوباء وألاف المصابين يعالجون أنفسهم في بيوتهم هذا أحد المواطنين المصابين في العاصمة صنعاء عجز عن الحصول على سرير في أي مستشفى وهو ما اضطره لدفع مليون ريال مقابل الحصول على سرير لتلقي العلاج كما ذكر في هذا المنشور الأمر الذي يكشف عن ظاهرة امتلاء المستشفيات وعدم توفر أسرة وأجهزة تنفس استناعي مثل ما حصل مع استشارية العيون الدكتورة آمال الذبحاني التي لم تجد جهاز تنفس يبقيها على قيد الحياة نقابة الأطباء اليمنيين كشفت في بيان لها عوفات 36 شخصا من الكادر الصحي الأمر الذي يشير إلى تهاوي الجدار الأول في مكافحة وباء كورونا فالعاملون في المجال الصحي لا يمتلكون حتى أدوات الحماية البسيطة بالأمس وصلت طائرة تابعة لمنظمة اليونسيف إلى عدن محملة ب 16 طن من المواد اللازمة لمواجهة كورونا لكن سياسة التباطئ في الاستجابة للوباء سواء من قبل المنظمات الدولية أو السلطات المحلية تعمل على تفاقم الكارثة بين اليمنيين خاصة وأن بعض المحافظات تتحدث عن عدم توفر أجهزة بي سي آر المخصصة للفحص قبل أيام تعهدت الدول المانحة بدعم اليمن بحوالي مليار ونصف المليار دولار جزء منها سيخصص لمواجهة كورونا إلا أن ذلك ربما لا يجد طريقه للواقع نظراً لبطء إجراءات هذه المنظمات وتسارع انتشار الوباء